اشتركوا في القناة ومدتها ساعة كنا اعلننا عن الموضوع من حوالي ثلاث أسابيع والنهاردة التطبيق العملي مشاهدين الأحباء قبل ما نبدأ موضوع حلقتنا في خبر مهم متعلق بالأحباء العابرين هنسمع وين وحيد خلونا نرحب به ونسمع الخبر أهلا بك يا وحيد أهلا فضوة وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان هر بيبارك حياة الجميع أي الخبر النهاردة الخبر المهم والمفرح للأحباء العابرين أنه سيتم انضمام العابرين من الخلفية الإسلامية من كل بلاد العالم كعضو رسمي في مجلس الكنائس العالمي ثاني سيتم انضمام العابرين من الخلفية الإسلامية من كل بلاد العالم كعضو رسمي في مجلس الكنائس العالمي وفي لجان الآن تبحث آلية تحقيق هذه العضوية إزاي حتكون ولا تنسوا فإن عدد العابرين للمسيحية من الإسلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حينما أقول الشرق الأوسط طبعا تدخل إيران وتدخل تركيا يبقى من الشرق الأوسط بالإضافة طبعا إلى شمال أفريقيا نعم وزي ما أنا ذكرت إيران وتركيا لو حسبنا عدد العابرين أو حسب الإحصائية التي لدينا لأنه بالتأكيد فيه أعداد كبيرة برضو لا نعرفها يعتبر ثاني أكبر تجمع مسيحي في الشرق بعد الأورثزوكس يعني إذا كان الأورثزوكس رقم واحد سيأتي العابرون من الإسلام للمسيحية رقم اثنين ده غير طبعا الهند وأندونيسيا والصين والعابرين من خلفيات أخرى نحن نتكلم عن العابرين من الخلفية الإسلامية حتى الهند فيه عابرين من الخلفية الإسلامية إذن العابرون من الخلفية الإسلامية نعم من كل جنسيات العالم سيكون بنعمة الرب عضو في مجلس الكنائس العالمي طيب لو سألتك هل ده حيضيف للعابرين شيء؟ بلا شك أنه هم الآن يمثلهم يعني هم ممثلين لبعضهم كعضو في مجلس الكنائس العالمي ويضيف لهم من الناحية كمان الروحية والنفسية أنهم أصبحوا مش بس عضو روحي في جسد المسيح كما هم الآن بالإيمان لكن أصبحوا كمان عضو فاعل ولو رأيه ويناقش ما يناقش في مجلس الكنائس العالمي يمكن طرح قضيتهم إذن بطريقة أفضل وأروح ويكون لهم الإمكانية في ذلك نعم فمبروك لهم ومشكر الرب من أجل هذا التقدم المبارك آمين آمين شكرا لك العفو مشاهدين أهلا بكم مرة ثانية طبعا البعض منكم اللي هم مش متابعين صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمواقع التانية منتظرين النهاردة حلقة عن الحروب في العهد القديم لكن إحنا طبعا هنأجل الموضوع ده شوية إحنا كنا أعلن برضو الموضوع ده لأن الساحة فيها جديد الأيام القليلة الماضية تم طرح موضوعين على الساحة الموضوع التاني واللي هنتكلم عنه في الحلقات القادمة هو عن هيكل سليمان الموضوع ده تم طرحه في برنامج كل يوم للإعلامي عمرو أديب مع دكتور سامير غطاس رجل معروف معظمنا بيحبه بيحترمه لكن للأسف الموضوع ده فجئنا بمغلطات وسقطات فيه فكان لازم من وقفه ورد أما الموضوع الأول وده اللي هنتكلم عنه النهاردة فهو موضوع عن الزواج المسيحي الكنسي أثارته وثارت عليه فئة قليلة عاوزة تعيش حياتها بطريقة معينة الحقيقة الموضوع ده مش جديد ده لعدة سنوات لكن الجديد أنه إحدى الأخوات المسيحيات كتبت مقال يبدو أنه نال إعجاب الدكتور خالد منتصر وطالب المسيحيين بالرد وإحنا النهاردة بنعمة المسيح بنلبي طلب الدكتور خالد خلينا نشوف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة الرد المختصر على الدكتور خالد منتصر إحنا حنكون بالتأكيد في انتظار مشاركاتكم حنفتح الخطوط بعد حوالي عشرين دقيقة من الآن هنرحب بوحيد كمان مرة ونشوف موضوعنا أهلا بك مرة تانية واحدة أهلا فدوى مجددا برحب بكل الأحباء في كل مكان في العالم الرب يبارك حياتكم جميعا طيب خلينا نبدأ بالعنوان الرد المختصر ولا المختصر هي الاثنين صح المختصر والمختصر المختصر لموضوعه المختصر لذاته فأنا قصدت أنها تكون المختصر لأنه لأنه مش عاوز أدخل في نقاش وجدال طويل فسيختصر الرد ذاته ولذلك قصدت أن أسميه المختصر نعم طيب إحنا ممكن ندي فكرة للمشاهدين عن الموضوع هو الموضوع بكل بساطة في إحدى الأخوات المباركات اسمها السيدة فيبي كانت كتبت مقال عن الزواج المسيحي وكان اقتراحها أنه يجب أن يكون الزواج مدني الدولة بتعرض موضوع الزواج المدني فكل الطوائف المسيحية اتفقت لا إزاي يكون الزواج مدني لازم الزواج يكون كنسي نعم وبالتالي كان لها بعض الآراء في هذا المقال ووضع الدكتور خالد منتصر هذا المقال في صفحته على الفيس وبالتالي أصبح الموضوع أكثر انتشارا وهنا يستحق أن نعلق على هذا الموضوع يعني أنت اخترت أنك ترد على دكتور خالد نفسه مع أنه موضوعك الزواج نفسه الزواج الكنسي أو المدني تمام لأنه كما سأقول بعد قليل إذا أنا وضعت شيء على صفحتي فأنا موافق عليه وأتبنى نعم فإذا إن كنت تبنى هذا الأمر فيجب التعليق على سبب التبني وهل هذا التبني كان مبررا أو مرضيا أو إلى حد ما كان منطقيا أم لا أما المقال نفسه طبعا بلا شك سأفصل في المقال من وجهة نظر المسيحية وليس من وجهة نظر وحيد نعم ثم بعد ذلك نعرض إلى مفهوم الزواج المسيحي إيه هو نعم خليني قبل أن ندخل للموضوع المباشر أسألك عن الزواج المدني بصورة عامة هل لو النهاردة تطبق الزواج المدني وتلغى الزواج الكنسي هل الزواج المدني هنا بيلغي شروط معينة بيدخلنا في أنه المسيحي ممكن يتزوج المسلمة وممكن يتزوج أي حد تاني ممكن يحصل طلاق ممكن يحصل كل شيء طبعا بلا شك الزواج المدني هيكون كده ما فيه الالتزامات الكثيرة الموجودة في الزواج المسيحي الكنسي والحقيقة لا يوجد دين على وجه الأرض إطلاقا وعدد الأديان يعني كثير جدا بما لا يقص لا يوجد دين على وجه الأرض فيه ناس بتعتنقوا بيكتفوا بالزواج المدني بالزواج المدني نعم نعم إحنا مش هنعمل طقس الزواج كل الملل وكل النحل وكل الأعراف وكل المجتمعات لها تقوصها في الزواج صحيح ثم بعد ذلك يوثق مدنيا لكن كونه شخص النهاردة يأتي ويقول لها نلغي الزواج المسيحي نكتفي بالزواج المدني نعم سيفقد معه قيم رائعة جدا هذا الزواج سيفقد معه قيم لن يضيف بالعكس سيكون هنا خسران خسران كبير جدا وهذا ما سأتعرض له في في الرد بنعمة الرب يسوع طيب خلينا نبدأ أنا بنعمة الرب حبد عندي ثلاث محاور طيب وأتمنى أني أخلصوا من النهاردة فلو ما خلصتم يعني تسمحي لي والأحباء المشاهدين أنه لابد من إكمال الموضوع حتى نصل إلى الزواج المسيحي طيب ماشي المحور الأول تعليق على تبني الدكتور خالد للمقال المحور الثاني تعليق على المقال نفسه نجيب المقال ونقرأه ونشوف أهم النقاط اللي فيه أما المحور الثالث فهو مفهوم الزواج المسيحي يبقى بداية أنا أتناول تعليق على تبني دكتور خالد منتصر للمقال بداية قبل أن أبدأ أنا أكين كل احترام ومحبة للدكتور خالد منتصر والنخبة التي معه على الدور الرائع والقيم والتنويري والذي أضاف كثيرا إلى الساحة وشخصيا أنا أحترمه بل أكثر من ذلك فأنا أحد المعجبين بالدكتور خالد لكن هذا لا يمنع إذا وجدت أمر أنا أختلف فيه معه أو من شخص آخر أنا برضو معجب به لا يمنع أن أنا أختلف معه في القضية وكما يقال أن الاختلاف لا يفسد للوضع قضية من هذا الباب أنا حبيت أني أعلق على هذا التبني وحتى يشاركنا المشاهد الحكاية بدأت أننا رأينا المقال أرسل إليه من أحد الأحباء مقال الأخت السيدة فيفي وأنا أحببت أني أعلق على هذا المقال فكالعادة بنعمل بوست في الفيس ونحط الحلقة القادمة ما الذي سيكون في الحلقة القادمة كان ده البوست بتاعنا اللي إحنا حطينا أنتظره في حلقة خاصة ردا على الدكتور خالد منتصر وذلك بخصوص المقال الذي تبناه عن الزواج المسيحي بعنوان الرد المختصر على خالد منتصر 31 دموز يوليو 2017 فكون شخص يتبنى فكرة أو مقال ويضع في صفحته وينشر ويروج له إذن أصبح هذا يمثل رأيك صحيح زي واحد بتضع كتاب أنت خدت المقال طبعته على صفحتك نعم بل وبارك المقال ومدح هذا المقال إذن الفكرة فكرتك أصبحت فكرتك أنت تبنيت بيئة بتاعتي صحيح ما كانت شي بتاعتي لكن أنا خدتها حطيتها في صفحتي وروشت لها أصبحت أنا مقتنع بيها أنا أشارك في هذه الفكرة لكن الغريب أن الدكتور خالد لم ينتظر حتى ليسمع رأينا لم ينتظر حتى ليسمع هذه الحلقة بعد الدعاية اللي حصلت بعد الدعاية اللي حطيناه أرسل لي بعض الأحباء أنه وضع البوست على صفحته وعلقها كالتالي ده الصفحة بتاعت الأستاذ المبارك خالد منتصر وضع البوست بتاعنا اللي احنا عاملينه وأنا لو كبرت كده وحط التعليق بتاعه الخاص حلقة كاملة ومخصصة للعبد الفقير إلى الله خالد منتصر خلينا أكبر كده حلقة كاملة ومخصصة للعبد الفقير إلى الله خالد منتصر قول الحق لم يبقي لصديقا بداية أعرفت إزاي أنه كل الحلقة لحضرتك زي ما أنت شفت الآن ثلاث محاور وكان سيكون في البداية الجزء اللي هو على يخص تبنيك لهذا المقال هذا أولا ثانيا حضرتك لم تتبنى موضوع صغير بتتبنى موضوع كبير الزواج المسيحي فبالتالي هيجب أن تكون المساحة على قدر الموضوع الذي ينبغي أن نرد فيه هذا موضوع كبير وزي ما شفت حضرتك تقسيمي للرد على سلاس محاور يخص حضرتك فيها المحور الأول الذي كان سيكون صغيرا جدا قبل أن تضع البوست حضرتك وتعلق هذا التعليق لأن هذا التعليق أصبح لابد أن أعلق عليه أيضا ما كنت أحتاج إلى كل هذا فسأعلق أيضا على الجزئية التي حضرتك وضعتها وبعد ذلك سأقول لك إلى أين كان سيبدأ ردي الصغير هل الموضوع دلوقت الحدي هنا إحنا فيه شخصنا للردود ولا إحنا بنرد على الموضوع إحنا بنرد على الموضوع بالعكس أنا ذكرت في الأول أنا أكين للرجل كل أحترام صحيح صحيح فأنا الهدف هو ما كتب نعم وحضرتك بتقول شوفوا حلقة كاملة للرد على العبد الفقير صحيح عشان كذا دا يعني هل دا بس مجرد كلمة ولا لها قصد آخر أنا سأتركها حتى يعني أسيب للمشاهد مساحة معنا نعم ثم يقول هنا قول الحق لم يبقي لي صديقا هذه المشكلة المشكلة أنك اعتبرت أن هذا المقال كلمة حق أن هذا المقال هو يعبر عن الحق وهذا ما قصدت أنا أنك ما تتبنى أصبح يمثلك صحيح فها أنت اعتبرت أن هذا المقال كلمة حق ولمجرد أننا سنرد لم يبقي لك صديقا أين مراجعك أين بحثك خلف هذا المقال أين الدكتور خالد منتصر الذي نعرفه الذي حينما يكتب يكتب في قضية يعرفها جيدا يعني أين هو الحق فيما تبنيت ياريت لو كنت قدمت كما نعرف يعني دراسة حول هذا الموضوع علشان يكون نعم الرجل قدم مراجع مسيحية وها هو الحق واضح جدا لكن مجرد مقال أعجبني أعتبر هذا الحق وأضعه لي يعني متبنيا فكرة ضد المسيحية عقيدة بهذا الحجم وأعتبر أن هذا حق أين الحق في هذا قول الحق أين هو قول الحق ثم يقول لو لاحظت معي هنا هذا كلام الرجل يقول لكن اطمئنه مكمل في سكة النقد العلمي ما نحن ذلك كنا منتظرينه النقد العلمي أين النقد العلمي ليتك كنت تعبت وضحست أكثر في الزواج المسيحي بمقارنة مع الزواج المدني مثلا من مراجع مسيحية وبالتالي يكون كلام حضرتك فيه نقدا علميا يسمى نقد علمي أين النقد؟ أنا لم أجد نقدا علميا أنت مجرد اقتنعت بمقال وضعت لنا أن هذا هو الحق أو يمثل الحق ثم تكمل عزيزي وتقول أنا هنا ملون كلمة الحق شوفوا كم مرة تذكر كلمة الحق والحقيقة في هذه الجزئية الصغيرة ثم يقول لن أنافق أحدا بحثا عن اللايك والشير لا أبحث عن جماهيرية لن أبحث إلا عن الحقيقة التي ليست لها علاقة بعدد من يعتنقون رأيي ولا بقدم وماضي ما يقال ولا بأن ما قالوها رجال دين شيوخا شيوخا أو كهنة هذه المشكلة يتكرر مرة أخرى أنه في كلام الحقيقة فأين هي الحقيقة؟ أنت تلوم يا دكتور خالد أنت تلوم على الدينيين أنهم يقولون أننا نقول الحقيقة أنت بتلوم كذا وأنتم تقولون أنه لا يحق لشخص يقول للآخرين أن الحقيقة بس أنا أمتلك الآن تأخذ أنت كرسي هؤلاء وتقول أنا لن أبحث إلا عن الحقيقة وما قدمت هو الحق الذي لم يبقي لك صديقا تؤكد أنك أنت من تقول الحقيقة الحقيقة من وجهة نظر من؟ الحقيقة التي تمثلك ليست بالضرورة الحقيقة التي تراها أن تكون هي الحقيقة التي يراها الآخرون أيضا فلماذا الإنزعاج؟ لماذا حينما أردنا أن نشاركك في قول ما نعرف من حقيقة حدث هذا الإنزعاج؟ هذه الجزئية بالذات لم أفهمها الحقيقة تحتاج إلى بحث إذا أنت تبحث عن الحقيقة إذا تحتاج إلى بحث حضرتك قرأت مقال تبنيت دون أن تتحرى الحقيقة والمقال بصراحة من وجهة نظر المسيحية ليس من وجهة نظر وحيد لا أنا هنا لا أتكلم من وجهة نظري أنا الشخصية ما سأقدمه هو العقيدة المسيحية الراسخة السابتة عبر ألفين سنة فالمقال من وجهة النظر المسيحية فيه أخطاء وفيه عدم انتباه إلى أمور كثيرة جدا هامة أخطاء كثيرة في العقيدة المسيحية فأين تحر الحقيقة؟ هذا ما ألوم حضرتك عليه بكل محبة أين المراجع؟ أين البحث؟ فتبني مقالات دون بحث ليس طريقا للبحث أو للتحري عن الحقيقة يعني أنت كنت منتظر أكاديمية في الطرح هو يقول أن أبقى بحث علمي لم نجد هل أنا النهاردة ألاقي مع احترامي لشخصك يعني مقال لكي أخذه أتبنى أقول هذا هو الحق أو هذه هي الحقيقة أو أن ما طرحه اعتبره حقا يعني أضاف له أعداء أو خسر بسبب أصدقاء صحيح يكمل الدكتور المبارك خالد منتصر ويقول لن أطارد إلا الحقيقة مرة أخرى دي المرة الثالثة ولن أقتنس أقتنس إلا ما اقتنع به عقليا ثم أنا بعتبر جزئية لم تكن موفقا فيها حينما تقول ولتتحد قناة الرحمة مع قناة الحياة في الهجوم عليها لن يزيدني هذا إلا إصرارا على قول الحقيقة حتى ولو أزعجتكم تعاوز ساوي مين بمين هل تعتقد أنك كنت موفقا حينما قلت هذا التعبير تتحت قناة الرحمة مع قناة الحياة عشان يهاجموا شخصك هل كنت موفقا هذا الكلام لا يتناسب مع قامة الدكتور خالد منتصر إطلاقا ده مش بتاعك ولا قامتك ولا إمكانياتك ولا رؤيتك على الإطلاق ده الكلام ده أنا شفته شخصيا واحد بحلل مجرد محاولة استدرار عطف القارئ شوفوا أنا بيتكاتل علي المسلمين والمسيحيين أعتقد أن قناة الحياة أكبر من ذلك بكثير وقناة الحياة تتناول المواضيع وترد بما يعرف كل مقدم برنامج من علم في هذا الاتجاه فيقدمه بمراجع وبأدلة وببراهين لا نتناول هكذا الأمور دون أن نقدم المراجع التي نعرفها والهي معتمدة عند الشخص الذي نتكلم معه ثم يقول لن يزيدني هذا إلا إصرارا على قول الحقيقة حتى ولو أزعجتكم أين هي الحقيقة حتى تزعجنا نعم يعني أين هي الحقيقة التي قلتها حتى تزعجنا حضرتك لم تقدم شيء بالعكس كنا ننتظر أن تقدم شيء إدرس وانتقد وقدم مراجعك لا مشكلة لدينا ونسعد بأن نرد على نقدك نحن نعرف أن المسيحية هي عقيدة كبيرة قديمة طبيعي أن يكون لها منتقدين ليس من الطبيعة أن لا ينتقدها أحد صحيح يبقى إذن طبيعي أن يكون فيه منتقدين وطبيعي أننا نتفهم هذا الانتقاد إذا كان في قالب علمي صحيح نعم وبعد كده نرد على هذا النقد طبعا لسه تبقى جزء للدكتور خالد منتصر ولكن سأكمله إذا كان عندك أي تعليق لا أنا ما عندي حاليا تعليق بس خليني لو تسمح لي أخذ بعض المداخلات خلينا نأخذ مونة من إنجلترا ألو ألو مساء الخير مساء النور أهلا بك فضلي أهلا وسهلا أنا سعيدة جدا بالبرنامج بتاعكم أعلم تعيش يا أخطونا ربي باركك شكرا لك بقول لحضرية أنا سعيدة جدا بالخبر اللي حضرتك أذبعته اللي هو بتاع العابرين أيوة ممكن حضرية تصل به بعد البرنامج أعرف التفاصيل طيب ترك رقم تليفونك لو سمحتي وبنعمة الرابع أنا حتصل بك شكرا لك ربي باركك خليكي موجود على الخط يأخذ مونة ماتش طيب خلينا ناخد نادية من أمريكا ألو ألو سلام المسيح سلام ونعمة أهلا بيكي أخذ فادو أزايك أخ وحيد أهلا بيك أخذ نادية ربي باركك أنا بس حاب يعلق أنه المسلمين مشكلتهم يعني ناقصهم البحث الصادق البحث الحق يعني ما بيبحثوا ما بيبحثوا يعني هم المسلمين الأنصاف المتعلمين والمتعلمين وعلى رأسهم المتعلمين يعني ينقصهم البحث الصادق البحث الحقيقي أنا بس هاي نقطتي يعني لو بحثوا بحثوا بحقيقة وبصدق رح يوصلوا لشيء بس أندي طلب إلك أخوة حيث أنت يعني مشكور مشكور يعني أنا احترمت أنه أنت عملت حلقتين مشجلة عن حروب الأهد القديم ووعدتنا بحلقة أنا بعرف أنت أعتذرت عنها لأو فيه موضوع أهم بس يا ريف ما تنساها يعني أنا محضرة أسئلة اللي هي أي حلقة حلقة مباشرة يعني خاصة بأسئلة المشاهدين طبعا 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 لا 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 لن ننساها إطلاقا إحنا مجرد هذه لا 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 إطلاقا جاهزوا أسئلتكم بنعمة الرب مرحب بيكم الحلقات قادمة وفي جزء تسجل منها وفي جزء حيكون مباشر تاخبر راح تكم في الأسئلة شكرا يعني أنا أشكر احترامك للمشاهدين وأنه راح تسلحنا المجال بحلقة قادمة طبعا طبعا بلا شك شكرك ربي باركك ويباركك أخد نادي شكرا لك طيب كمان ناخد فريال من أمريكا من إنجلترا عفوا ألو أخد فريال والسلام نعمة المسيح معاكم مع الأخ وحيد أخ وحيد الربي يفرح قلبك على الخبر الأول أفرحت قلوبنا وأنا أصلي من أجل عابرين أنه الرب يكسر أمثالا وأيضا أصلي من أجل المسيحيين الإسميين أن يكونوا المسيحيين حقيقيين أخي أخي وحيد إذا الأخت اللي كتبت المقالة عن الزواج المدني في المسيحية معنى هذا أنه الزواج المسيحي حيصبح عقد وليس عهد لأنه الزواج المسيحي هو عهد بين الزوج والزوجة والله وسيكون الطلاق على قدم وساق كما في أوروبا فالرب يرحمه وتعرف الحق الإلهي والإيمان المسيحي شكرا لك الرب يباركك حطة مهمة ستسمعوا الرد بنعمة الرب في المقال ومفهوم وأنا أشكرك أني قدمت جزئية الفرق بين العقد والعهد فالعقد ليس عهدا وإنما العهد عقدا يعني يشمل العقد أيضا سيكون هناك رد بنعمة الرب أو ما نقدم في عقيدتنا المسيحية بكل محبة للأحباء الآخرين نعم أكمل فضل إذن هنا الدكتور خالد يقول وليتتحت قناة الرحمة مع قناة الحياة في الهجوم إلى آخر هذه الجزئية التي أعتبر أنه لم يكن موفقا فيها على الإطلاق لكن أليس من الغريب يا دكتور خالد أن حضرتك اعتبرت أن مجرد نقد حضرتك يعتبر هجوم هجوم عليك في الوقت الذي حضرتك تنتقد فيه المسيحية فهل يجب علينا كان أن نصمت ولا نقول حتى مجرد رأينا في الموضوع نعم هل هذا هو النقد العلمي ولا النقد العلمي بيحتمل الآخر أيضا حضرتك خدت ما قاله حطيته وحبنا نعلق على هذا هذا هجوم عليك إزاي كيف حولت مجرد رد إلى هجوم أنت اللي عملته ده مش هجوم ده إيه ده طيب أنا أعتبر الدكتور خالد استعجل مع أنك تنادي بحرية الفكر أجدك يا دكتور تريد أن تحجر على فكرنا حتى قبل أن تسمعوا يا رجل انتظر وجهة نظرنا في البداية لتعرف طبيعة هذا التعليق الرد الهجوم الشتائم إذا كان كل هذا سيكون موجود عشان بعدك يقول بل السؤال إيه حتى لم تنتظر أن تسمع وجهة نظرنا وعلى الفور اعتبرت أن ذلك هجوما أنا أعتقد برضو جزئية استعجلت فيها حضرتك كانت انتظرنا في البداية ثم يكمل آخر جزئية فيما كتبوا يقول ليس معي فأس النبي إبراهيم ولا أملك قدرته على مقاومة النار لكني أملك جسارته في تحطيم الأصنام ده الهجوم بقى صحيح هذا هو الهجوم بعينه يا دكتور خالد مش مجرد تعليقنا أو ردنا هو الهجوم إن لم يكن كلامك هذا هجوما على المسيحية فما هو الهجوم إذن مجرد اقتراحي للرد على حضرتك وقبل أن تسمعه بتسميه هجوم بس كل كلامك ده مش هجوم حتى قبل أن تسمع حضرتك بتنتقد المسيحية وبتتهمنا وتقول عندك جسار التحطيم الأصنام وكل ده طبعا فيه همز ولمز فحلال لحضرتك تهاجم وحرام علينا نقول رأينا ما إحنا برضو هم أحبين نقول رأينا يعني عند حضرتك قدرة تحطيم الأصنام والمسيحيون ليس لديهم جسارة الرد على حضرتك أو الرد على تبني حضرتك لمقال بدون أي دراسة بدون تقديم أي مراجع بدون أي شيء إذا كان أنت بتقول عندك جسارة تحطيم الأصنام أعتقد المسيحيون لديهم الكثير من الجسارة ليفندوا الآراء وليفهموا وليردوا والكل يعني القضية تعرض أمام الناس يعني كل واحد عنده من العقل ما يكفي ليفهم أين الصحيح وأين الخطأ ثم من له جسارة تحطيم الأصنام له جسارة احتمال نقده احتمال الرد عليه فالجسارة ليست يافطة في اتجاه واحد هل هذه العلمانية يعني حضرتك من تهاجمنا فقط لأننا قلنا سنرد على هذا المقال الذي تبنيته هل هذه العلمانية بعدين مش دي أبرز أحد أبرز نقاط خلافكم مع الدينيين أنهم لا يقبلون كلامكم في الدين بيقولونكم أنتم مش متخصصين في الدين يعني أديك مش قابل حتى يعلق على كلامك صحيح يعني أنت بتنتقد الدينيين أنهم لا يقبلوا كلام الآخرين نعم طيب أنت لي مش قابل كلامنا حتى حتى نشاركك يا رجل الكلام نشاركك الرأي نشاركك نقول لك خلي بالك النقطة دي وكرر أن حضرتك استعجلت بعدين كل ده أنا هحطه في جانب كل ده آتي لجانب آخر أليس هذا طلب حضرتك؟ بصد صحيح بصد أخوة يا مشاهدين دكتور خالد منتصر بعدما تبنى المقال وضع تعليقه هو بيقول كده رأي من سيدة مسيحية مثقفة شجاعة يريد تنقشوها برقي وبدون شتائم إذا كانت هناك حجج اكتبوها ولكن بدون تطاول عليها أو تكفير لها في البداية أقول وأنا لبيت طلبك أنا لبيت طلبك تزعل وتعتبره هجوم أن تنتظر وتسمع الاستجابة لطلبك نعم أنا كنت متوقع عزيزي خالد أنك تأخذ البوستر ده وتحطه وتقول أشكر الأخ وحيد أنه لبى طلبي فأنا طلبت مناقشة هذا المقال والأخ وحيد سيقوم بهذا الدور شكرا أنك لبيت طلبي نعم أنا لبيت طلبك ما ميزة عليكش حضرتك تبنيت فكرة فيها أخطاء وإحنا عايزين نناقش هذه الأخطاء حضرتك بتلوم وكرر الدينيين أنهم لا يحتملون النقد دول ما بيحتملوش النقد طيب ألم تقل الآن زي ما أنت فتكرت يعني أنك بتحطم الأصنام واخترت الحق الذي أزعجنا وأنك مكمل في تحطيم هذه الأصنام حضرتك بتلوم على الدينيين أنهم لا يحتملون النقد أنا شايف حضرتك بتعمل كده دلوقتي أين حرية الرأي؟ هل حضرتك معصوم من النقد؟ يمكن أنا ما عرفش ولا ممكن تدينا فرصة لو سمحت مشكورا أنه ننتقد تبنيك لهذا المقال لا يوجد أحد معصوم طالما حد وضع نفسه أمان الآخرين فكره دينه كلامه كتابه على الفور أعطى الآخرين الحق في أنه يبصوا هذا الكلام هذا المقال هذا الكتاب يما عجبه يما لا يعجبه أنت طرحت فكرة فاحتملنا أنه إحنا يعني نرد على هذه الفكرة طيب أنا بشكرك يعني خليني برضو أخذ بعض المداخلات خليني نأخذ سامي من النمسا ألو أهلا بيك يا أخسامي اتفضل أهلا بيك أستاذ الفادو دي حال حضرزيك وتحية لأخونا أستاذنا وحيد أهلا بيك أستاذ أهلا بيك أستاذ وحيد مبدئيا الدكتور خالد منتصر بيعمل بعض المؤامات لأنه في الفترة الأخيرة كانت كلم على الإعجاز العلمي في القرآن بطريقة كانت استفزت البعض جدا فبيدخل في حتة موازمة أو موأمة بحيث أن هو يقول مش بعمل كده مع المسلمين بس لا بعمل كده مع المسلمين هو عن المسايين ده وجهة نظر نمر اتنينة هو يقول أنه هو يخط قناة الحياة وقناة الرحمة في جملة واحدة فهنا ده يعني لو هو علماني ده رأي غير علمي بالمرضة يعني بعدين هو إزاي يبقى علماني يعني هو الراجل علماني وهو يقول أنا علماني وأفتخر وأنا أيضا أنا كسام علماني وأفتخر بس لما ديجي نعرف العلمانية اللي هي التفكير فيما هو نسبي بما هو نسبي هل اللي هو عمل الأستاذ خالد منتصر الكلام ده ما أظنش أنه هو عمل الكلام ده بدليل من حضار زي ما تقوله زي ما يقول الأستاذنا وحيد أنه هو ما جابش أي مرجع أو أي ما راجعش لأي حاجة فيها تأثير للحكاية دي كمان الراجل كان فيه برضك هو يمكن ذا كعلمانيين أنا ممكن أتفاهم الحكاية دي ما هو مثلا ساعة ظهور العذرة ما كانش مقتنع أنه في حاجة ما ظهور العذرة يعني كعلمانيين وش مقتنعين بالحكاية دي لأن هم بيفكروا أنا كنت مقتنع أنا علماني ومقتنع ليه لأنه أنا شوفت بعيني خلاص انتهى هو يمكن ما شافش أو حصل لأي شيء ما فما شافش ظهور العذرة أو أو لما شافه ما اقتنعش بيه لأنه ملهوش ما فيش عنده ما فيش عنده حاجة علمية بتقول أنه فيه ظهور العذرة فما تبنهوش أو هاجمه يوميا وردك وهو رأيه متهيأني مش على صواب أشكرك شكرا جزيز شكرا أنا ما عنديش أي مانع أنه أي شخص يقول رأيه في أي شيء مسيحي إطلاقا هذا حق مكفول للكل صحيح لكن إذا قلت رأيك إذا نحتمل أن الآخرون أن الآخرين يقولون رأيهم أيضا أنا جزئية يعني هعلق على في مداخلة أخونا سامي بيقول له أنه هو بيحاول يعمل عملية موازنة زي ما بيتكلم على الإسلام بيتكلم على المسيحية إن كان هذا صحيحا وأنا لا أدعي أنه ده صحيح يبقى ده بعيد كل البعد عن البحث العلمي نعم خالص إطلاقا كل البعد عن البحث العلمي إن كان لا وأنا أتمنى أن يكون لا طبعا فبالتالي يبقى الرأي ملوقي ما رأي أنا نعم طيب خلينا نأخذ أبو ليلة من فرنسا ألو أهلا بيك يا أخ أبو ليلة تفضل يسعد مسيك يا أخت فدواء يسعد مسيك أستاذ وحيد أهلا بيبارك حياتك أهلا بيباركك بتصدق يا أستاذ وحيد أنا كل اسمك شوش فيه لعيدا الإنسان طيب يا أخي هنفطالي عم تنتقد الفتاوى شوية تطلع بتحكي عن الزواج المسيحي أنت اسمك خالد شو بتعرف عن الزواج المسيحي يا رجل بدل ما تنتقد الزواج المسيحي روح تحرع عن أطفال الشوارع هل شف الطفل شارع المسيحي وبيقول بمقاله أنه في عنده أصدقاء مسيحيين مساكين مش قادرين يطلقوا بحقني أشكرك أستاذ وحيد ربي بارك حياتك ونحن زواجنا مقدس هو إكليل أمام مسبح الرب أمين شكرا شكرا لك أخي أبو ليلة ويبارك أبو ليلة طيب خلينا ناخد هدى من أمريكا أهلا بيك يا أخد هدى تفضلي أهلا بيك يا أخد هدى مش مظبوط يعني مش عايزة أقول مجنون يخلي السامع عائل يعني في مثلا عندنا في الإنجيل الحراس اللي هم قالوا أن كانوا نايمين وجم وجم التلميذ سرقوا معرفش إزاي الواحد وهو نايم ممكن يقول طيب أخد هدى حاولي أختصر الموضوع لو سمعت طيب أشكرك وصيب برقم تليفوني كأخد هدى أثبت لقم تليفوني مع الكنترول شكرا شكرا حد عن طريقكم ماشي طبعا طبعا شكرا لكي أخد هدى شكرا سلام طيب خلينا ناخد جزئية وبعد نرجع للأحباء أخد جزئية أخرى صور يا دكتور خالد كل اللي فات مكان سيدخل ضمن حلقة اليوم يعني كل الذي سبق هو مجرد تعليق على ما كتبوا ورفضوا واعتبار ذا هجوم ومقارنة قناة الرحمة بالحياة قناة الحياة اللي كان ولادنا المسيحين بيكونوا مدبوحين وبنطلع نبارك الذابحين نطلع نقول للناس المجرمين القتلى ربنا يسامحكم نعم بسبب قناة الرحمة التي تدعم الإرهاب وكان لها دور في مصر نعم اللي لم يكن في الوطن العربي فأعتقد هذا ما كانش موفق فيه إطلاقاً فما كنت سأقوله يا دكتور خالد منتصر فيما قرأت لك فيما كتبت وأنت حضرتك كتبت الكثير وأنا قرأت كثير للدكتور خالد منتصر قرأت كنت تكتب فيما تعرف بصورة جيدة أو بصورة معقولة وكان يقدم أدلة نعم ورغم أنك كتبت في المسيحية من قبل وهذه ليست أول مرة لكن إلا أن هذه المرة كنت أكثر بعداً عن الدراسة نعم عن التحليل فالموضوع بعيد عن تخصصك تماماً ليس معناه لا تقول رأيك فيه لا قل رأيك لكن لا تعتبر الحقيقة نعم وقل رأيك لأنه ما هو موجود ليس رأي شخص ده رأي عقيدة صحيح ولم تعطي نفسك فرصة لتقرأ فيه يعني أنت مش متخصص وما أريتش فيه بعيد عن التحليل الذي أعرف فيك على قدر ما أتيح لي من موضوعات قرأتها للدكتور خالد وأنا أقرأ لناس كتير قوي وكنت سأعجب بتبنيه للمقال لهذا المقال لو درسته وزودته بمراجع ومصداقية في البحث الأمر الذي لم يحدث طيب ما هو ممكن يكون يعني مع احترامي طبعا الكبير الدكتور خالد زي غيره أنه لو مسك الكتاب المقدس وعمل البحث هي طلع الرأي غلط وبالتالي هو مش عايز يكون غلط هو عاوز النوع ده عايز النظام ده ممكن لأنه كمان في مراجع مسيحية موجودة حتى بعيدة عن الكتاب ما هي فيه كتب شارحة للزواج المسيحي متخصصة في الزواج المسيحي كان ممكن بكل بساطة ممكن يقرأ من هذه الكتب ولنا هرأيكم انتوا بتقولوا كده لكن لأنه ما فيش بل بالعكس وافتتح مقال السيدة المباركة فيبي فيبي بهذه العبارة اللي احنا قرأناها رأي من سيدة مسيحية مثقفة شجاعة يردت نقشوها برقي وبدون شتائم إذا كانت هناك حجج اكتبوها ولكن بدون تطاول عليها أو تكفير لها ما هو معيار الشجاعة في البداية أخذ حتى حتى كده الشجاعة ما هو معيار الشجاعة هل مجرد أن أكتب في موضوع ضد المسيحية ولا ضد الإسلام ولا ضد العلمانية ولا ضد أي فئة تكون دي شجاعة يعني تكون برضو تحطيم أصنام مثلا برضو أعتقد الشجاعة غير ذلك تماما والشجاعة أحتمل طالما كتبت أحتمل رد الآخرين صحيح مع أن هذا ليس موضوعي موضوع الشجاعة لكن كلمة مثقفة وأنا لا أقول أن السيدة فيبي ليست مثقفة لكن اعتبر أن المكتوب يعبر عن السقافة نعم مع أن المكتوب فيه أخطأ ربما تكون الأخت فيه بقارئة ودارسة ومثقفة في أمور كثيرة صحيح هذا لا يمنع أنه فيه أخطأ أيضا في هذا الموضوع صحيح عندما فكرت في الموضوع أنا شخصيا أنا أقرأ وأحل الكلام الدكتور دكتور خالد لماذا كتب أنها مثقفة قعدت أبحث في المقال لم أصل إلا إلى نتيجة واحدة فقط فقط ربما يكون هناك آخر أنا لا أعرف لكن ما وصلت له أنا أنها كتبت في موضوع حضرتك تجهل تماما بنسبة كبيرة خليني أكون دقيق أيضا ليس تماما بنسبة كبيرة فاعتقدت أن ما كتبته صحيحا وبالتالي يبقى مثقفة كتبت كلام صح هذا هو الحق الذي لم يبقي لي صديقا أعتبرت حق وحقيقة وسأعلق على ما كتبت السيدة في بي لتعرف أن هناك أخطأ ضد العقيدة المسيحية فإذا بتقول يرد تناقشوها برقي وبدون شتائم وبدون تطاول عليها وبدون تكفير شتائم وتكفير مرتان يعاوز تساوي مين بمين من شوية بدون قناة الرحمة وقناة الحياة بدون شتائم وبدون تطاول عفوا وبدون تكفير تعاوز تساوي مين بمين ده كلام غير منطقي غير عادل ده كلام يقال لمسيحي مصر الشعب الذي أدهش العالم كله بتسامحه يعني لما شخص مصقف مثل الدكتور خالد منطصر رجل متعلم نكون له كل احترام بيقول كذا للمسيحيين ما الذي أبقاه للمتشددين ما الذي أبقيته للمتشددين ليقولوه إن كنت بتقول للمسيحيين بدون تكفير وبدون تطاول وبدون وبدون ما الذي أبقيته أنت تكلم أهل مسيحيين يا دكتور خالد وليس فئة منهم مختلفة معاك قالت لك أي كلمة في يوم من الأيام واحدة أو اثنين أنت بتتكلم عن عقيدة بتتكلم عن ناس ينتموا إلى يعني عقيدة بكاملها تقولهم بصوا وردوا بس بدون تطاول وبدون شتائن كلهم كذا مش ممكن هذا ما يقال للكل لا يمكن أن يقال للفئة أو لبعض والعكس ما تريد أن تقولوا لفئة لا يمكن أن تعمموا بهذه الطريقة كمان مش شايف حضرتك عبارة إنه عبارة لحضرتك كتبتها دي إنها ناقصة شوية ليه أولا السيدة فيبي أختمت مقالها بهذا التعبير دا مش في الإنجيل دا كتاب أبل نظيرة دا كلام السيدة فيبي عبارتك ناقصة كان أفضل لو ذكرت الحقيقة التي تنشدها يعني جيد لو كتبت مثلا ناقشوها برقي رغم عدم رقي بعض عباراتها ناقشوها باحترام رغم عدم احترامها لما تعتقدون فجعلته كتاب تضيخ نعم ما عندي ليه تعليق في هذا الجزء يعني برضو لسه لما أجل التعليق على المقال بعدين حضرتك بتتبنى مقال لم تقل لها كلمتين زي ما قلت للمسيحيين كلمتين في تبنك للمقال كلمتين نصيحة من شخص يعني له باع في البحث زي حضرتك ألم يكن من اللائق مثلا أن تقول لها قدمي قضيتك بعبارات راقية وعبارات احترمي فيها عقائد الآخرين ثم لا تفرضيها على المسيحيين انت قدميها لكن لا تفرضيها ومش علشان مختلفة معاهم يبقى كلامهم كتاب قبل نظيرة نعم كده يشعر القارئ بالعدل فيما تقدم مع أنه لم يكن من اللائق أصلا لشخص بحجم الدكتور خالد منتصر الذي نعرفه والذي نكون له كل احترام أن يتبنى مقالا فيه عبارات فيها هذا التجريح للمسيحين ما كنا ننتظر هذا الأمر فإنت بتتبنى المقال ده اللي فيه كل الكلام ده وأن هذا ليس في الإنجيل هذا كتاب قبل نظيرة ولما نجع وزن نعلق ونسألك أنت تبنيت على أي أساس ما هو الأساس العلمي المنهج العلمي تولد بيهجموني هذا ليس منهجا علميا ثم هناك تناقض من حضرتك في طلب الرد برقي على طرف لم يكتب كلمات أو كتب كلمات فيها عدم رقي أنا لا أتكلم عن السيدة فيبي أتكلم عن المكتوب نعم وهنا دقيق جدا بنعمة الرب عما أقول هذه الكلمات ليس فيها رقي هذه الكلمات ليس فيها احترام لمن يعتنقون هذا الفكر ومع ذلك لا عليك سنرد بنعمة الرب على المقال كما يليق بالمسيحيين كما يليق بأولاد الرب الإله نحن نشكر الله لا محتاجين نجتم حد ولا محتاجين نتهجم على حد أو نتطاول على حد بنرد بما هو مكتوب بالإحترام وبالمحبة لكافة الناس بدون استثناء شخص على الإطلاق كان ده بس حيكون الرد بتاعي أو تعليقي على حضرتك الأولاني مكان شلو مكان ده كان تعليقي فحضرتك استعجلت حضرتك لم تنتظر كان يمكن أن تنتظر لتعرف ما الذي سيقوله هؤلاء وبعد كده يكون لك الحق حابب أقول لحضرتك كلمة قبل أن أنتقل إلى المحور الثاني اللي هو الرد على المقال نفسه هذا الأمر لم يغير شيء أنا بتكلم عن وحيد دلوقتي ما زلت أحبك وأحترمك وأنتظر أن أتعلم منك لأن كل شخص له مجال له جزئية متخصص فيها يجب أن نتعلم من بعضنا البعض الرب يبارك حياتك ويبارك حياتك شكراً كنت أتوقع أنك أنت كمان حتتكلم بس عن كلمة يعني لا تكفروها مش عارفة أنا من إمتى المسيحي بيكفر خالص أطلاقاً ما بنكفر حد هذه حتة من الحاجات اللي لفتت انتباهي أنا مش عارفة هل اختلط الأمر على أعايز أن أعلق على الجزئية ممكن تسمحي لي فضل فضل يعني دلوقتي أنا شخص أقول أنا أنتمي لنقابة المحامين خلاص؟ طيب مرحب بك أنا محامي وأعايز أنتمي لنقابة المحامين أنا طبيب أريد أن أنتمي لنقابة الأطباء تعال ممتاز عندنا دستور يحكم هذه المؤسسة عندنا نظام اقرأ يقرأ يقول أنا موافق هل يأتي شخص محامي ويقول لا أنا كل البنود دي ممكن متفق على سبعين في المئة في ثلاثين في المئة تتلغي وتقبلوها مني أنا شروطي أنا هاي قبلوا الكلام دا؟ أكيد لا أي مؤسسة هل هاي قبل الكلام دا؟ أي مؤسسة تجارية؟ أي مؤسسة أدبية؟ أي مؤسسة دينية؟ تقبل أن شخص يقول أنا سأنتمي لكي ولكن عندي شروطي؟ دا في موجود في العالم يعني؟ يعني لما تكتب السيدة في بي أن أنا أنتمي إلى المسيحية ولكن لا أقبل ما هو موجود في أو أنتمي إلى هذه المؤسسة اللي اسمها الكنيسة لكن لا أقبل بعض الشروط لا أنا عاوزة يتلغي الزواج المسيحي خلينا في الزواج المدني فمفروض الكنيسة تقول لا أسمعا وطاعة بكرة يجي واحد تاني نحن لا نقبل أن يكون ما في قبول لي مثلا عندهم شزوز جنسي المثليين لا أنا أريد أن أنتمي لهذه الكنيسة ولكن بشروطي نقول له حاضر مرحب اتفضل وبعد شوية لا يبقى هناك نظام فكل واحد جاء يفرض نظامه الشخصي على العقيدة أو على المؤسسة أو على النقابة أو على أي شيء لا يبقى شيء هو ذا السكة اللي أنتم عايزين يعني؟ وهل دي سكة موجودة في أي مكان في العالم؟ كلمونا لو لم نعرف لا نعرف كلمونا ولونا آه في مؤسسة بالمناسبة اسمها كده تقبلك أن تدخل وتنتمي لها وتكسر بنودها الدونة وحدة وحدة مؤسسة نقابة أي شيء تقبلك أن تدخل فيها وتقبلك وأنت تكسر شروطها وتقول لك إحنا موافقين تعالى دخل اكسر الشروط بتاعتنا اكسر النظام بتاعنا لا يوجد طيب أنا بشكرك واضح أننا فعلا هيكون عندنا حلقة تانية بس الحلقة التانية للأسف هتكون مسجلة ماشي بنعمة الرب يحتملون الأحباء ونقدم المقال للسيدة المباركة فيبي ونحطه ونشوف الأخطاء اللي فيه ثم نقدم الزواج المسيحي وهو المحور الثالث نعم طيب خلينا ناخد يعني جدامنا ست دقائق خلينا ناخد زكريا من المغرب ألو ألو الله يحفظك أهلا بيك أخ زكريا تخضر أهلا بيك أخ زكريا الله يحفظك شكرا أنا أشكركم على برنامج الدليل الذي يوضح للعالم الكتاب المقدس وكتاب من عند الله ولدي ملاحظتني ماذا لا يدرسون الكتاب المقدس في المدارس في الدول العربية وخطب المغرب وشامل إفريقيا وفي إطار كتاب التربية الدينية حتى يفهم التلميذ من الصغر الإنسان ما غابت عن العقل يغيب عن القلب يعني في الأردن لما كان يحكم حسين كان هناك تلاميذ من ديان الجردسية والمسيحية والإسلام يدرسون في قسم واحد في المدرس صحيح يعني كان هناك وزارة الأديان يعني وكان هناك تهيش يعني الدستور يجب أن ينصى لأن الدين لي الوطن للجميع كما في مصر واللبنان والعراق وعلم أعطار وأكيد أن نصداقية كتاب مقدس خاصة في أعطار الفرعونية في الأهرامات تمام شكرا لك أصلاح زكريا مقتراحك رائع جدا ووصل لو عندك أي شيء آخر ضمن غير الاقتراح أضعي حفاظك يعجب الأمم المتحدة للدول العربية من أجل تدريس كتاب مقدس تمام شكرا لك أخذ زكريا يعني اقتراح بيطرح الأخذ زكريا لماذا لا يدرسون الكتاب المقدس في المدارس في الدول يقال أنها عربية يعني يعني كان اقتراحه أعتقد اقتراحه الإعلامي إبراهيم عيسى أهل تدرس الموعز على الجبل الموعز على الجبل أسمى كلام عرف البشر يعني يقرأوا الموعز على الجبل أحباء المسلمين متى خامسة ستة سبعة ثلاث أصحاحات يقرأواها هذا شيء رائع ومبدع وسامي جدا حتى أن شيخ الأزهر أحمد الطيب يعترف أنه كان يقرأها ويبكي وموجود الكلام بتاعه على اليوتيوب طيب لما أنت بتقرأها وبتبكي حارم المسلمين منها لي ولا بتخافوا الإعجاب بالكتاب المقدس وبكلام المسيح ثم إلى متى ربي بارككم الفتنة طيب خلينا نشوف عبدالهادي من فرنسا ألو سلام المسيح لك الأخت فدوى سلام المسيح لك الأخوة أهلا بك أخي عبدالهادي عبدالهادي عفوا أشكركم كثيرا يا أخي هذا البرنامج وكل برامجكم رائعة أن تعلم منها ما أريد أن أقول لكي لا أطيل عليكم هو أن الخبر صار الذي تدأتم به في بداية البرنامج عن مجلس الكنائس العالمي أشكركم كثيرا وهذا المجلس نريد أن تخطفوا له حلقة بكاملها مع كل كفاصل لأنه يجب أن تك أنا قلت في فضائية أخرى مرات كثيرة تكلمت عن المغرب يجعني مغربي وقلت يجب أن يكون لنا مجلس مسيحي أعلى في المغرب على غرار المجلس العلمي الأعلى لعلماء المسلمين يكون هو الذي يدافع الآن لازم يكون المجالس في كل دول العربية وكل دول فيها قادرين وينسك مع المجلس كنائس العالمي وهذا الإنها تمام وأما للرب وأشكركم على هذه المسلمة المفرحة شكرا لك وشكرا لإقتراحك يا أستاذ عبدالهادي إقتراح جيد أنه نقدم حلقة حينما يكتمل الموضوع تماما نقدم في حلقة حلقة وربما نعمل لقاء مع بعض الناس المهتمين واللي كان لهم دور في هذا الأمر في هذا الشأن شكرا لك يا أخي شكرا لك يا أخي شكرا لك يا أخي عبدالهادي من الإله الحي هو قادر على كل شيء أمين أمين طيب أنا للأسف مش هكدر أخذ أي مكالمات تاني وأنا بعتذر للأحباء بس إحنا عندنا دقيقة ونصف فاختم لنا الحلقة لأنه وهنكمل طبعا الحلقة طبعا أنا زي ما ذكرت للدكتور خالد ما كان كل الكلام الأول له علاقة بموضوعنا نعم بس الجزئية الصغيرة اللي كان تعليقي عليها نعم لكن هو أضاف إلى الحلقة كل هذا الكلام الذي ما كان له يعني وجود وعلى كل ما زلنا نقول للأحباء المشاهدين الموضوع له بقية المرة القادمة خلاصك يعني علقنا على تبني الدكتور المرة القادمة التعليق على المقال ومفهوم الزواج المسيحي زي ما أنتم سمعته من شوية عقد وعهد والموضوع أهمق من ذلك مش مجرد ورقة من اكتباه وهو الزواج العرفي موجود لأن الناس ما بتعملش الزواج عرفي يعني يعني هو المسلم بالزواج بس مدني مش بيجيب المأزون وبيجيب الشيخ وبيعمل مراسيم دينية المراسيم الدينية دي حيتخلى عنها ولا حيكون برضو ملتزم بيها ربي بارك حياتكم انتظرونا شكرا بارك حياتك شكرا لك شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم وتابعونا الحلقة الجاي موسيقى 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 اشتركوا في القناة